وللحديث أكثر عن السيول التي تشتاح العراق وطرق تعامل الإدارة في بغداد وأربيل معها ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبدالله الفراجي أهلا بك عبدالله بداية بعد أن أسقطت السيول التي تضرب العراق عددا من الضحايا كيف ترى التعامل الإدارات المختصة في العراق مع هذه الموجة من السيول حياة الله أهلا بك وقوشهدي قناتكم الكريمة أخي العزيز يكون يعلم بأن شبكات الصف الصحي في العراق متحركة للغاية هذه في أرزيل وفي مدير كردستان المتطورة مقارنة ببغداد فما بالك لو اشتاحت هذه السيول أو نصف هذه السيول مدينة المحافظة بغداد أو بعض المحافظات الوسط والجنوب أخي الكريم الحكومة الفيدرالية ستكتفي لاخقا بتوزيع تعويض المواطنين بين جرفة منازلهم ومركباتهم ستكتفي بتوزيع تعويضات الحكومة غير غادرة على مواجهة حكذا عزمات لأنها لا تنترك الخضر كافية في مواجهة حكذا عزمات حكومة الأقليم مهمة الوحيدة هي أحصاء عدد المركبات وعدد البيوت التي أغرقتها المياه وعدد الضحايا الضحايا من حد هذه اللحظة 13 ضحية سبعة أو ثمانية ضحايا ماتوا غراغا في البيوت بعد أن دخلت المياه السيول إلى منازلهم أحد الضحايا أبصاء الطفل وأحد الرجال ضرب بصاعة رعدية مما تسبب في وفاتي قبل ساعتين من الآن انتشنت الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني جثة لشخص جرفة المياه خارج محافظة أربيل محافظة أربيل أبني خوشناو يحذر من كارثة ربما تحاصر الفيضانات مركز أربيل وبعض أطرافها وبعض النوحي أو القضية التي تتبع أربيل السيول والثيابانات المزم والسحاب اتجهت من أربيل شرقا إلى مدينة المحافظة السليمانية وربما تقع فاجعة كبرى باتجاه مدينة السليمانية هذه مدن كردستان المتطورة الصغيرة مقارنة بزغدار فما مارك بزغدار والبصر والموصل الموصل أيضا أصابها ما أصاب مدن كردستان كمنطقة القرى التي تتبع البحاج وحضر هناك قرى كاملة ماتت محاصرة الآن بسعر الفيضانات الحكومة وإجراءتها تكون شبه معدومة خصوصا في الأطراف الحكومة الآن تخشى حكومة تقليل كردستان والحكومة الفيدرالية تخشى من وصول السيون إلى وصف أربيل خصوصا مع استمرار تنفق المياه واستمرار سقوط العمطار بكميات كذيفة عبد الله انهيار جسر الكوير الحديدي وتوقفه عن الخدمة بسبب السيول إلى أي مدى ترى أن هذه الحوادث تكشف عن كم الإهمال الذي يضرب القطاع الخدمي في العراق؟ نعم طبعا هذا وهذه الحوادث وغيرها تبين للمواطن الفرع الفغير المغلوب على أمره بأن المنشآت والبنى التحتية التي تقوم بترميمها وإنشائها هذه الحكومة هي فقط التي تنشئ في الحال وربما شهر صهرين أو عام عامين ليست منشآت أو تحتية استراتيجية تقاوم الأمطار والظروف المناخية القاسية التي ربما هذه إحداها تتكرر كل عام هذه الموجة الثانية التي تضرب أرزيل وضراحيها قبل شهر أو شهر ونصف من الآن ضربت موجة تيون عارمة وأيضا أوقعت عند الضحايا وزرفت عشرات المنازل وقامت بعدها الحكومة المركزية للتعوية المواطنين على الأكراد بـ 2 مليار دينا عراقي الحكومة تتكفي بالتعوية نعم لكسب الوقت لسؤال الأخير عبدالله عندما يعترف برلمان كردستان العراق بأن غرق الأحياء بأربيل يرجع إلى المشاريع التي غيرت تضاريسها دون تخطيط هل تتوقع محاسبة لمن خطط ونفذ هذه المشاريع التي أودت بحياتها الأبرياء لا لا يمكن محاسبة هؤلاء لأن هؤلاء جلهم يتبعون من الحزب الحاكم من الحزب الديمقراطي الحاكم جنها أهلاء المقاولين جنها أولاء أرجال الأعمال والمستثمرين هم يتبعون بصرع أو بأخرى الحزبين الكرديين حاكمين وكذا المثال على بغداد بحافظة بغداد طبعا جن مدراء البلديات في محافظة بغداد انتهوا الآن يشغلوا أو مجهولون الأم بفرض الأتاوات والابتجاز ابتجاز رجال الأعمال والمستثمرين وتركوا عملهم وهو هو تقديم الخدمة بالشارع العراقي من بغداد الصحفي عبدالله الفراجي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك